أكد سعادة السفيرة الدكتور عبدالله بن عبد الملكة للشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين أن المملكة العربية السعودية ترتبط بعلاقات وثيقة مع مملكة البحرين فهما قلبان يغذيان جسدا واحدا وقد أشهد سعادة السفيرة السعودي بما تشهده مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة من تقدم واستهار أما بالنسبة للعلاقات الوضيدة المتجذرة والتي مرسن جذورها في التاريخ منذ بداية تأسيس المملكتين فهي علاقات ذات بعد وعمق تاريخي هائل جداً علاقات أقل ما يقال عنها أنها هي المثل الأعلى لما يمكن أن تكون عليها العلاقات بين أي دولتين المملكتين كما أحب أنا دائماً أن أقول هما قلبين في جسد وقلب في جسدين سرني جداً وأثلت صدري ما أراه منها التطور الهائل ومنها المسيرة الهائلة التي الحمد لله وفق تسير وفق ما يتمناه والحقيقة وفق ما يخطط له حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى وحكومتها الرشيدة بحنكة وحكمة عالية الحقيقة ما من الله سبحانه وتعالى على هذه المملكة من نمو واستقرار ما هو إلا نتيجة هذه القيادة الحكيمة ترجمة نانسي قنقر